تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الاسبوع الاول للدور الممتاز لكرة القدم كان الاهل قد استهل حملة دفاعه عن لقب الدور الممتاز بفوز كبير على المصر برعبعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الاولى لبطولة الدور الممتاز احرز ريدا سليم الهدف الاول في الدقيقة الثانية والاربعين واضاف برستعو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السبعين والخامس والسبعين قبل ان يختتم كريم فؤاد الربعية في الدقيقة الثامنة والثمانين ليحصد الاهل اول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصر عند صفر من النقاط شهد اللقاء اول حالة طرد في الدوري هذا الموسم من نصيب لاعب المصري باهر المحمدي في الدقيقة الحادية والخمسين تستكمل اليوم مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لدور ابطال اوروبا باقامة سمانية لقاءات ابرزها منشستر يونيتد امام بايرن ميونيخ ويسعى البايرن الى استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الليلة وتصدر المجموعة مبكرا لحجز بطاقة التأهل للدوري التالي ومواصلة مشوار البطولة اما منشستر يونيتد فيخوض مواجهة الليلة بحثا عن نتيجة ايجابية والحفاظ على فرصه في التأهل عن المجموعة مبكرا خاصة ان المواجهة الاولى بين البايرن والمان يونيتد ستكون حاسمة لشكل الصراع في المجموعة اشتركوا في القناة